فكرة رصد مكافأة لمن يساعد في القبض على مطلوب للعدالة قديمة جدا وكنا نرى إعلاناتها في مسلسلات الغرب الأمريكي بملسق على باب الحانة وكلمة wanted بالخط العريض مع رسم للشخص المطلوب والمكافأة منذ تلك الأيام لم تختلف المسألة كثيرا في أمريكا بل توسعت في عام 1984 عندما دشنت الخارجية الأمريكية برنامج مكافأات العدالة لتقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني وممتلكات الولايات المتحدة وهي الآن ليست بحاجة لأبواب الحانان لوضع الملسقات للمطلوبين عندها وسائل التواصل الاجتماعي وهذا أحد المطلوبين إنه الذي خلف أبو بكر البغدادي زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية اسمه سعيد عبد الرحمن المولى لقبه حج عبد الله يقول الإعلان إنه المسؤول عن سفك دماء الأبرياء وخطف العراقيين وغيرهم أيضا ليس هذا هو الفيديو الوحيد بل هناك موقع تويتر عليه كثير من البوسترات وعليه أيضا أرقام التواصل مع هذه المؤسسة عبر الواتس أب والتليجرام بنظرة عامة إلى البوستر لا يبدو احترافيا فألوانه غير جذابة فيه الكثير من الكلام والعناصر الجاذبة فيه تبدو صغيرة الحجم اختصر هذه الجريدة هذا مثلا عبارة عرض جديد وإلى جانب الطويتة يجب أن تكون أكثر ظهورا وأكبر حجما أمر آخر تريد أن تعلن عن المكافأة المالية أكتبها بخط أكبر خاصة أنك ضاعفتها من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين دولار لكن يبدو أن الذي يمسك الحساب بالعربي دمه خفيف فقد نشر هذه الصورة للمطلوب وكتب له مخاطبا يا حج عبد الله إن صورتك هذه ليست بجميلة إطلاقا أطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت وهاشتاغ داعش الإعلان لا قد تفاعلا بين المغردين العرب عبد الله يقول هذه أول تغريدة على ما يبدو من الصورة أنه كان معتقل سابق فهو يرتدي الزية البرتقالي فكيف أصبح زعيما للتنظيم قيادات التنظيم صناعة أمريكية ومن اتبع التنظيم من العامة لا حول له ولا قوة عبد اللطيف يقول يعني إذا إرهابي ومطلوب بس لشي مية وخمسين دولة بتتنمروا عليه لا للتنمر لا للإرهاب لا للمسقعة لولو تقول في تغريدتها لولو أيضا تغريد تقول هاي جديدة ترى لازم بعد الإرهابيين يسوون فوتو شوت جست إن كيس يعني خاف شي يوم يصيرون مطلوبين دوليا ولسه حنشوف عجائب أما رعد فرعد يقول أيضا نريد نعرف طنطون هكاش لو حواله ومن يكفلكم حتى تكون مصداقية بالتعامل يعني وياكم حتى بلكت واحد منهم يخلصنا منها الآفة أما حساب أشور بني بال فيقول يتساءلت الدللون وش تريدون خلفية بيضة وأذانات وطالعة يعني كأنها صورة السفارات الأطراف في الموضوع أن حساب مكافأة من أجل العدالة نشر تغريدة أخرى فيها صورة أخرى لحج عبد الله يحمل ورقة مكتوبة عليها يا أخوان عشر مليون دولار لمن يقدم معلومات عنه شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها